تزداد حدة التوتر بين اوروبا وتركيا لا سيما فرنسا التي تحاول جاهدة لوقوف ضد طموحات انقرة في المتوسط التي تضمن حقوقها بالغاز والنفط هناك تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اظهرت حجم الهوة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا رغم ان الاخيرة عضوة في حلف الناتو لا سيما مع مطالبة ماكرون للحلف بمواجهة تصرفات تركيا وتجاوزها الخط الاحمر بحد وصفه لكن للرئيس التركي رأي اخر حيث اكد اردوغان ان بلاده ستواصل دعمها لاذربيجان بكل امكاناتها ضد الاعتداء الارماني تشكل الجزر وتحديد الحدود البحرية مع اليونان واقريم كارباغ في اذربيجان الذي احتلته ارمينيا اساس الازمة الاوروبية حاليا مع انقرة التي تشير الى حقوقها في المتوسط وطالبيها بتوزيع الثروات النفصية والغازية هناك بشكل عادل فضلا عن طلب تركيا حل المشكلة القائمة بين اذربيجان الحليفة الانقرة وبين ارمينيا وفي ظل تهديد اوروبا بعقوبات محتملة على تركيا يظهر هذا التوجه كخيار نقاس لاوروبا وهو يعني تماما اغلاق باب التفاوض وافساح المجال للتصعيد العسكري وهو الامر الذي يهدد العلاقات التركية اليونانية نفسها ومستوى اعلى من العلاقات مع الاتحاد الاوروبي التي ترفض بعض دوله وضع عقوبات قاسية على تركيا وما اعلان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان من مصلحة الاتحاد الاوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا رغم كل الصعوبات فانه من المرجح كما يرى مراقبون ان يقوم الاتحاد الاوروبي بالتخلي عن خيار العقوبات القاسية او فرض عقوبات شكلية لارضاء بعض اعضائه والابقاء على خيار التفاوض في نفس الوقت في ظل المصالح التركية الاوروبية المتشابكة ترجمة نانسي قنقر